من مساء الخير احبائي انتو مرحبا تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا فيديو التاعي اليوم انا احبكم على قناتي قناة غسي كلاغاند ميت دايوان اقولك اذا كانت هذه اول مرة تفضل القناة شارك في القناة وفعل خصيح الجرس لانو عنا افكار ابداعية وحصرية في الديكور والاشغال اليدوية والتدوير الفني وانصاف وقلب اذا البرتاشتاء اليوم كما تشوفوا تشوفوا معي كيفاش جيري باري ماماشي ناكودر يعني كيفاش قمت باصلاح مكنة الخياطة التاعي بنفسي باقل التكاليف رح نوريلكم واحد اللاسق جيد يعني عنده المفاولتها ومضمون جدا شوفوا انا تكسرت لي منها من فوق يعني وانا نحط الكبات على الخيط دونك عندي هاد اللاسق انا مفاولنك تعرفوني بلندير لي تخافوا مانيوالي توليغو سيكلاج تدوير دونك نستعمل بزاف هاد الانواع من اللاسق يعني عندي خبرة في هاد المجال دونك هادا سوما فيكس هادا يلي تكون يعني من من عبوتين عندنا البخاخ هذا اللي هو عبارة عن منشط يعني يسر عنا عمليات اللاسق وعنا هاد القارورة صغيرة اللي في هاللاسق تعنا شوفو هتحطوا يعني قطرة من اللاسق تعكم وتلسقوا الشيء اللي حتلسقوا هاد الاسق هادا تستعملوا الالمينيوم للحديد للخشب بالمطط تقريبا يعني في المنزل يساعدكم بل بزاف يعني اي حاجة تكسركم تقدروا تستعملوا تحطوا قطرة وتلسقوا يعني الشيء اللي حتلسقوا وتزيدوا تحطوا في السطح كذلك بعد ما تحطوا هذيك القطرة التعكم تغلقوا مليح القارورة التعكم باش ما تنشفوا لكمش حداري يعني هاد ملاحظة خدوا بعين الاعتبار وبعد تحكموا هذيك البخاخ المنشط يعني وتديروا تبخوا قليل من منو على السطح باردنك راح حوالي 8 توانيق راح تتفلوا الشيء تاعكم راح يلسق واكيد راح تنضفوا الحواف تاعكم مليح هنا هي الاحتياطات هنا لما تخليوا شيء متناول اطفال يعني ما لازمش يكون واحد يدخن يكون امامكم ما لازمش يكون موقد يعني تعال النار يكون شاعل امامكم ما تتخبيوش في مكان مرتفع يعني درجة الحرارة تكون مرتفعة جدا احتقروا كامل هذي الاحتياطات في العلبة هايليك وتخبئوهم مليح في مكان ما يكونش حاو تغلقوهم لح فلا دونك سيامتي باقتها شغطكم اني نشارك معاكم يعني يومياتي العادية كي الناس بلاك انا نقول الناس كامل يعرفوا بصحفين المو دابخي يعني من هذو كلي كومنتر والاسئلة تاعكم شفت باللي كي الناس يعني معدومش بخيبرة شوفو يعني انسي املكم هايليك شاعلت الامرشين راح يتمشي الخطرة هو يدور كما كنت شوفو شوفو يعني حتاني نحرك فيها شوفو مليح دونك هاد اللاسقة هادا تلقوه عن دروغيست انا شريته عن دروغيست يعني الكنكيري اللي باع لوازم الخارداوات حوالي 450 دينار ماشي غالي والنتيجة تعقود لكم مضمونات تسحقوها تسحقوها في الدار يعني من ذاك تكسرون اشياء وهذا هو المبدأ تعالقانات وهذا هو ريديوز رييوز ريسيكل ونزيدو تانيت غيباغي يعني لازم نعوض هاداك الاشياء يعني اللي تفسد نحو نرميوها اكساترا ونعاودو نحو ندفعو اموال وحد اخر ونشرو نحاولو دايما نتعلموه وانبريكول والتوتوريال على ريسانهم يعني في اليوتيوب فقط يجب الانسان يخلي شوية وقت حتى يتعلم شوفوا الدوزيام بارتاج معايا هذي طوماتيش غرستها من الزريعة كنتوا شوفتوا معايا كي رحنا المشتلة سولا نخليكم الرابط تحتها في صندوق الوصف كنت شريت هذي البتيبو تاع الغجيل يعني تاع الطين فقط قد كون بالعقل بالعقل رح لكولكسيون تاعي كامل يعني نحب النباتات لهم معايا في القناة حنغير كامل البتيبو تاعي تاع الغجيل بالعقل بالعقل هنا كما كنت شوفوا معايا عندي الكاكتوس تاعي يعني السبار مليحة بززاف في المنزل الداخل كنتوا شوفتوا كذلك فيديو على القناة كيفاش شريت هذي البتيبو صغار تاع سيراميك ملتيكولور وكانت عندهم ألوان زهية وكيفاش خدمت لهم هذي تصمت على قناة وكيفاش خدمت لهم تحتاج إلى الصحن تحتاج إلى الصحن كذلك قاموا كذلك وكيفاش خدمت لهم كيفاش خدمت لهم هذه العملية تفعلها صباح بكريه ولا تفعلها كامل في الليل لانه في منتصف النهار تكون الجذر تكون سخونة اذا نبتتعكم راح تموتكم لذلك العملية في منتصف النهائف هذا الفيديو الذي قدتكم عليه هذا الفيديو الذي قدتكم عليه هذا الفيديو الذي شريتهم بمئة دينار شاهدوا الكاكتوس خارجين شابين والأخرى الذي خدمناه اليوم هذه نبت القطيفة كنت شفتوا معي كذلك كيف شغلتها كنت صغيرة يعني تحبو تعودتو له الفيديو وهي على القناة هكذا نحيت قطعة صغيرة وحطتها في الماء درت الجو دور كيف كيف مع البوتس هاولك البوتس شوفو يعني كيفش لا يبارك راه يكبر ودرت له هذا الحامل باش يطلع عليه كامل دونك البوتس كما قدتكم يقدر يطلع كيفش تحطوه انتوما درتوا لو سياجه يعني يطلع او لا كما كنت شوفوا معي هنا درتوا في البو هذا ثاني كما كنت شفتوا حطيت قطعة في الماء يعني الساق وورقة درت الجو دور وحطيتها شوفوا لهي بارك يعني مدة حوالي شهر شوفوا كيف شرها هي هذي ثاني تراها يتكبر دونك راح تحبط لتحت اذا درتوها في بو ودكم هذيك القطيفة ثانية تكبرت لهي بارك دونك النبات وش يحتاج يحتاج الماء يحتاج الإضاءة ويحتاجها كدلي كان نطلعو يعني نطلعو فيهم بدلو التربة من ذاك هذا هو البخطة اشتاع اليوم شاء الله يكون يعجبكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى ابقوا او في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا